اشتركوا في القناة اضافة الى تسميات اخرى كآل جفنة واولاد جفنة وهذه الاسماء اطلقت عليهم نسبة الى اول ملوكهم جفنة بن عمر اعتنق الغساسنة النصرانية متبعين المذهب اليعقوبي اما لغتهم فكانت العربية ولكنهم ايضا اتخذوا لغة الشام الارامية لغة ثانية لهم فكان شأنهم في ذلك شأن كل قبائل العربية التي سكنت ارض الهلال الخصيب كالتدامرة والمناذرة ومع دخولهم بلاد الشام قبل ازد غسان ان يدفع الاتاوة لقيصر الروم يجبيها منهم الضجاعمة الذين كانوا عمالا لقيصر على الشام ولكن بعد فترة قامت حرب بين الضجاعمة والغسانيين بسبب الخلاف على الاتاوة وانضم الروم الى الضجاعمة ولكن الغسانيين صمدوا ولم ينكسروا امامهم فلما رأى ملك الروم صبرهم وانهم اقوى من الضجاعمة اثرهم عليهم واجعلهم عمالا وبذلك صارت لهم رئاسة العرب في هذه المنطقة وتعهدت غسان بان تمد الروم بعشرين الف مقاتل اذا اعتدى الفرس على الروم اعترف البيزنطيون بسيادتهم واعطوهم القابا رفيعة وسامية كان لهم دور مهم في حرب الروم مع الساسانيين حيث كانوا دولة حاجزة بين سوريا وبينهم استطاع الغساسنة ان يمتدوا بنفوذهم الى ان يبسطوا سيطرتهم على القبائل العربية في كل من فلسطين والاردن وقد كان حكم ملوكهم في البلقان وحوران والغوطة وكانت قاعدة سلطتهم هي منطقة الجابية في الجولان اما جلق فقد كانت مركزا لهم لفترة وجيزة من الزمن ورغم ذلك لم يستطيعوا ان يصلوا بنفوذهم الى المدن المحصنة كبصرى ودمشق اعتبر الغساسنة انفسهم ملوك البادية في الشام وليس ملوك الحضر فيها حيث كانوا يجوبون البادية من اقصى شمالها حتى جنوبها وكانت لهم علاقات وثيقة بتدمر وحوران وكان الغساسنة ذوي طابع بدوي في مختلف جوانب حياتهم ويبدو ذلك واضحا حتى في جيشهم الذي لم تكن لديه حصون او كتائب حتى مراكز خاصة به تعتبر حضارة الغساسنة ذات مزيج ساساني بيزنطي وذلك لتأثرها بكل من الحضارة البيزنطية والساسانية وقد بنى الغساسنة مجموعة كبيرة من القناطر والابراج والقصور كقصر المشتى وقلعة القسطل وقد ورد ذكر قصور الغساسنة في الشعر الجاهلي وكانت عند الشعراء المخضرمين الذين عاشوا العصرين معا الجاهلية والاسلام كالنابغ الزبياني وحسان بن ثابت الذي كان يعيش عند آخر ملوك الغساسنة قبل إسلامه والذي أنشد في مدحهم يقول أسألت رسم الدار أم لم تسألي بين الجوابي فالبضيع فحوملي فالمرج مرج الصفرين فجاسم فديار سلما درسا لم تحللي دمن تعاقبها الرياح دوارس والمجنات من السماك الأعزلي دار لقوم قد أراهم مرة فوق الأعزة عزهم لم ينقلي لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول يمشون في الحلل المضاعف نسجها مشي الجمال إلى الجمال البزلي الضاربون الكبش يبرق بيضه ضربا يطيح له بنان المفصل والخالطون فقيرهم بغنيهم والمنعمون على الضعيف المرملي أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضلي أما النابغة الذبياني فأبدع في وصفهم حين قال كيليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكبي تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيبي وصدر أراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانبي علي لعمر نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقاربي حلفت يمينا غير ذي مثنوية ولا علم إلا حسن ظن بصاحبي لإن كان للقبرين من قبر بجلق وقبر بصيداء الذي عند حاربي وللحارث الجفني سيد قومه ليلتمسن بالجيش دار المحاربي بالنسبة للمجال التجاري عند الغساسنة فمن المرجح أن الغساسنة تستطاع الاستفادة أيضا من موقعهم في مجال التجارة سواء أكانت تجارة محلية كتجارة الحبوب والأقمشة أو تجارة خارجية مع الدول الأخرى كالهند والصين وجد الرومان في الغساسنة حلفاء أقوياء يمكن الاعتماد عليهم في الصراع ضد الفرس الساسانيين الذين دأبوا على تهديد الولايات الرومانية الشرقية لذلك زادوا من صلاحيات الغساسنة ليتمكنوا من تكوين دولة حدودية لكن ضمن نطاق الدولة الرومانية وكانوا حلفاء الروم فاشتركوا معهم في حروبهم مع الفرس وحلفائهم المناذرة امتد حكم الغساسنة من مائتين وعشرين إلى ستمائة وثمانية وثلاثين للميلاد أي أربعمائة وثمان عشرة سنة وأول ملوكهم هو جفن بن عمر الذي حكم ما بين مائتين وعشرين إلى مائتين وخمسة وستين ولذا يطلق بعضهم على ملوك الغساسنة آل جفنة ومن ملوكهم أيضا عمر بن جفنة وهو بن جفنة بن عمر بن ثعلبة وينسب إليه بناء دير أيوب ودير حالي ثعلبة بن عمر ينسب إليه بناء صرح الغدير القائم على أطراف حوران الحارث بن جبلة تولى حكم الغساسنة في فترة الإمبراطور جستينيان وقد استطاع السيطرة على عرب الشام جميعهم المنذر بن الحارث هو بن الحارث بن جبلة وقد كانت علاقته بالبيزنطيين متوترة وذلك لأنه اعتنق مذهب الطبيعة الواحدة المذهب المونوفيزي جبلة بن الأيهم بعد أن تلاشت دولة الغساسنة اختارت كل قبيلة من الغساسنة أميرا لها وكان جبلة آخر أمراء الغساسنة وقد أسلم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب إلا أنه عاد سريعا إلى النصرانية واستقر في بلاد البيزنطيين امتدت دولة الغساسنة وازدهرت في عهد الملك الحارث بن جبلة حيث حارب الحارث بن أبي شمر الغساني ملك الحيرة المنذر بن ماء السماء واستطاع الانتصار عليه في عام 528 كما قام في عام 529 للميلاد بإعانة البيزنطيين ضد السامريين وهذا ما جعل جستينيان الإمبراطور البيزنطي يمنحه لقب البطريق ولقب فيلارك وهي ألقاب بيزنطية رفيعة وفي عام 554 حدثت معركة بين الغساسنة بقيادة الحارث الغساني وملك الحيرة المنذر الثالث والتي كان سببها الدعاء كل منهما السيطرة على القبائل العربية التي تقيم في إقليم السراط منطقة في جنوب تدمر وفي هذه المعركة المسمات بمعركة حليمة انتصر الغساسنة وقتل المنذر الثالث إن عصر قوة وازدهار الغساسنة قد اندثر عند قيام كسر أبرويز الساساني بالهجوم على سوريا في عام 613 للميلاد واحتلال القدس ودمشق فأنهى نفوذ الغساسنة بشكل نهائي وعند قدوم الاتلام وانتشاره عبر الفتوحات الإسلامية وقف الغساسنة الباقون إلى جانب البيزنطيين لمحاربة المسلمين ففي معركة مرج الصفر عام 624 للميلاد والتي شارك فيها الغساسنة إلى جانب البيزنطيين استطاع خالد بن الوليد الانتصار عليهم وفي معركة اليرموك عام 636 اشتبك خالد بن الوليد مع جبل بن الأيهم الذي كان يشارك إلى جانب البيزنطيين فيها